عزيزة طلاب الصفة الخمسة الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة ان شاء الله هنحل الاختبار الاول في مادة اللغة العربية صفحة ستة وتسعين وسبعة وتسعين في اكتاب سلاح التلميذ الاول هنقرأ الفقرة الاولى وهنحل الاسئلة الموجودة عليه هل تخيلت نفسك يوما على جزيرة بمفردك من الوهلة الاولى سيبدو الامر سهلا ولكن بمرور الوقت ستجد انك بلا اهل يهتمون بك ولا اصدقاء تتصامر معهم ولا اطباء يعالجونك ولن يقتصر الامر على ذلك فستجد انك بحاجة الى غزاء وبيت وملابس وانك لست ماهرا في كل شيء وسيصبح الامر صعبا ولم تتجاوزه بمفردك لان الله فطرنا على الاختلاف فيما بيننا ليساعد بعضنا بعضا ولتستمر الحياة ولتستمر الحياة استخرج من الفقرة ما يلي معنى يكتفي يقتصر معنى يكتفي يقتصر كلمات اللي انا بجيبها موجودة في القطة مضاد كلمة سهلا صعبا مضاد سهلا صعبا مفرد اغزية غزاء كمع طبيب اطباء ضع علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة واحد يستطيع الانسان ان يقوم بكل شيء بنفسه خطأ طبعا اتنين الاختلاف ضروري لاستمرار الحياة صح اجب هل يستطيع الانسان ان يعيش بمفرده ولماذا هلقول طبعا لا لا يستطيع الانسان ان يعيش بمفرده طب لماذا لانه ليس مهيرا في كل شيء لانه ليس مهيرا في كل شيء ولان الله فطرنا على الاختلاف فيما بيننا ليساعد بعضنا بعضا وتستمر الحياة ثانيا اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين شكرت المرأة نقطة ساعد الفقراء وعايزني اختار اسم موصول معي اللذي واللتي واللذينة استخدم طبعا اللتي لان اللتي بستخدمها للمفرد المؤنس ومعي المرأة مفرد مؤنس قابلت زملائي نقطة درسوا معي اللتي ولا اللذان ولا لذينة اللتي بنستخدمها مع جمع المؤنس وانا عندي زملائي هنا ودرسوا جمع مذكر اللذين بنستخدمها مع المسنة يبقى اسم الاصول اللي هيمشي معي هو اللذينة اللذينة لان ده جمع مذكر درسوا قالت امي تناول طعامك اولا نقط اشرب العصير او ولا ثم ولا الفاء انا عندي او طبعا بنستخدمها للتخير هي اكيد مش بتخيره بين تناول الطعام وشرب العصير لا هي عايزة يتناول الطعام ويشرب كمان العصير فهي ترى هو يتناول الطعام ومباشرة بسرعة هيشرب العصير بعد تناول الطعام ولا هو هيشرب العصير بعد تناول الطعام بشوية طبعا نستخدم هنا ثم نقط اصدقائي وعايزني استخدم ضمير هما اصدقائي هما للمسنة واصدقائي جامع فمش ينفع هو للمفرد واصدقائي جامع برضو مش ينفع يبقى لا ينفع هم لانه انا عندي هنا ده ضمير غائب للجامع واصدقائي جامع اكمل بما هو مطلوب بين الاقواس فاز الفريق الفريق تعاونة طبعا احنا عارفين ان احنا بنستخدم الاسماء الموصولة للربط بين الجمل فانا بيقول لي اربط بين الجملتان باسم موصول فاقول فاز الفريق الفريق تعاونة يبقى فاز الفريق الذي تعاونة فاز الفريق الذي تعاونة آآ حصلت نقطة المركز الاول في المسابقة وعايز حرف جري بقى حصلت على المركز الاول في المسابقة نقط نظف حجرتك اسم مصبوق بادات نداء يبقى استخدم اي اسم يا خالد يا محمد يا احمد اي اسم. هذا هو اللاعب الذي فازه بالكأس. هنا بيقول لي اجعل العبارة او الجملة للمسنة. فانا همسك واحدة واحدة خلال المسنة. اسم الاشارة هذا لما خلال المسنة هتبقى ايه? هتبقى هازين. لان هو عندي مذكر. هازين وهو هتبقى هما. واللعب هتبقى اللاعبان. والذي هتبقى اللازين. وفازة. هنحط لها الف عشان هي هشان تبقى اللي المسنة. هقلف المسنة. او الف الاسنين. فهتبقى فازة. واطلع بقلف زي الموجود دوت. وبالكأس هتفضل زي ما هي. هتبقى الجملة في الاخر. هزان هما اللاعبان اللازين فازة بالكأس. طب الوقت هنقرأ القطع التانية ونحاول نحل الاسلام موجودة عليها. انا حازم وهزا اخي حاتم. نحن توأمان فطران الله متشابهين في الشكل تماما. لا تميز بيننا من اول وهلة. لكن لكل واحد منا موهبته التي تختلف عن موهبة اخيه. ذات يوم قررنا ان تتلاحم الموهبتان. وان نتشارك معا في عمل واحد. اقتصر دور اخي على الرسم. وطرك له مهمة التلوين. ثم شاركنا شاركنا باللوحة في المسابقة. وفزنا بالمركز الاول. لذلك قررنا ان نتشارك معا في المرات المقبلة. ليكمل كل منا الاخر. استخرج من الفقرة معنى الكلمة الملونة فيما يأتي. خلقان الله في احسن صورة. خلقانا بمعنى فطرانا. اعجبني الكتاب من اول نظرة. اول نظرة نظرة هنا يعني وهلة. كلمتين دول موجودين في القطع اللي معي. ده علامة صح او علامة خطأ. يتشابه حازم وحاتم في كل شيء خطأ. طبعا. ازا تكملت المواهب حققنا النجاح في مهمتنا صح? اه اجب لماذا قرر حازم محاتم التشارك في الاعمال المقبلة ليكمل كل من هما الاخر. ليكمل كل من هما الاخر. آآ خامسا اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسية. نقط مهارتك وطورها. آآ تكتشف ولا اكتشف ولا اكتشفت? طبعا اكتشف. موهبة نقط عن موهبة اخي تخالف ولا تخلف ولا تختلف? هتبقى تختلف. موهبة تختلف عن موهبة اخي. قال الاب فطران الله مختلفين. وعايزني احط علامة ترقيم من دول. انا طبعا بعد كولا بحط نقطتين اتنان على بعض. اللي هو الاختيار اللي في النص. رسم آآ رسمت موقع اخي. وآآ طبعا مديني كلمة وجه بس تشايل منها الحرف الاخير. فعلشان انا اتعرف يطر هوتيه مربوطة ولا هو هي مربوطة ولا تيه مفتوحة. طبعا كلمة وجه باخيرها آآ هيه مربوطة. هيه مش ته. آآ سادسا اقرأ السيرة الزاتية الآتية ثم اجيب. انا فريدة ولدت عام الفين واثناشر في القاهرة. اسرتي تتكون من اربعة افراد. زهابت الى الحضانة وعمري اربع سنوات. ثم زهابت الى المدرسة الابتدائية. انا الان في الصف الخامس. وللانسى ذلك اليوم عندما تعطلت الحافلة. وتأخرت عن الامتحان لكنني نجحته. وارجو انا انجح دائما لأكون مهندسة مثل امي. اسم كاتبة. كاتبة السيرة الزاتية طبعا فريدة. هي لتنا في الاول انا فريدة. مكان الميلاد فين في القاهرة. زي ما احنا شايفين. آآ يوم صعب كان امتى عندما تعطلت الحافلة. آآ تأخرت عن الامتحان او تأخرت عن الامتحان. الطموح هي طبعا ترجو ان تنجح دائما وتكون مهندسة مثل امي. آآ طبعا في السيرة الزاتية هنا انا بستخدم دايما صيغة المتكلم. المفروض اقول ارجو. انا انجحها دائما واكون مهندسة مثل امي. يوم صعب عندما تعطلت الحافلة وتأخرت عن الامتحان. لان في السيرة الزاتية زي ما قلنا ان احنا دايما بنستخدم صيغة المتكلم. كده احنا خلصنا بالاختبار الاول. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. هنعمل الاختبار التاني. فاآآ تابع معي. ولا عجبكو الفيديو. ما تنسوش تعميل لايك. الناس اللي مش مشتركة في القناة تشترك وتفعل الجرس عشان توصل لها اشعارات بكل فيديوهاتنا الجديدة. واشوفكو ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.